تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية أقيمت المسابقة الدولية لجمال السلوك العربي ومسابقة ناصر بن حمد للصجور والصيد وذلك بهدف الاهتمام برياضات الموروط الشعبي فكر نير استمد نوره من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدة ليؤسس طريقا جديدا من عبق الماضي وينشي أجيلا متعلما ومحافظا على تراثه بكل أنواعه الدعم لمحدود من قبل الحكومة الرشيدة لمسابقات الموروط الشعبي أعضى زخما كبيرا للرياضات الشعبية الأصيلة حيث جذب عددا كبيرا من الجماهير والمشاركين من داخل المملكة وخارجها وتنوعت مسابقات الموروط الشعبي فقد كانت المسابقة الدولية لجمال السلوك العربي مسابقة جذب كبيرة ضمت مشاركين من مملكة البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول الأوروبية والعالمية واتسمت بالإثارة والتميز سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية أكد أن المسابقة الدولية لجمال السلوك العربي إحدى المسابقات المهمة في رياضات الموروط الشعبي التي تحظى باهتمام كبير من القيادة الرشيدة مشيرا سموه إلى أن المشاركة الواسعة التي وصلت إلى أكثر من مئة مشارك من مختلف الدول تؤكد الاهتمام الكبير الذي يوليه الملاك بالمشاركة في مثل هذه المسابقات التي تحظى بشعبية كبيرة هذا وأتت المسابقة الدولية لجمال السلوك العربي بعد مسابقة ناصر بن حمد للسقور والسيد حيث أثبت الصقارة البحرينيين أن الدعم والفرص المتواجدة في المملكة كان لها أثر كبير على مستوياتهم وأدائهم حيث تألق صقارة البحرين في مسابقة ناصر بن حمد للسقور والسيد وحققوا نتائج متميزة وأشاروا إلى أن النتائج تؤكد المستوى الكبير الذي تمتلكه مملكة البحرين في مسابقات الموروث الشعبي التي تحظى بدعم واهتمام من حضرة صاحب الجلال الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورهى مؤكدين أن دعم جلالته المستمر لرياضات الموروث الشعبي سهم بتحقيق النتائج المتميزة النتائج التي حققت ثم رجال ومثابرة الصقارين البحرينيين الذين يسعون على الدوام لإبراز مستوى مملكة البحرين في المحافل الخارجية ويؤكدون بالمشاركة الواسعة ارتباط أهل البحرين والأشقاء في دول الخليج العربي بالرياضات التراثية والعمل على المحافظة عليها بشكل كبير وضمان انتقالها بين الأجيال وهو الغاية الأساسية من إقامتها سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة يحرص على تسخير كافة الإمكانيات من أجل إنجاح كل البطولات إمنا منه بأهمية نشر وغرس الموروث الشعبي بين الأجيال ودعم كافة أبناء الوطن في كافة مناطق المملكة من أجل الارتقاء بهذه الرياضة كما يعد سموه من أكبر الداعمين لمثل هذه البطولات التراثية وتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة من أجل المحافظة على نشر هذه الرياضات التراثية